السلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير انا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة في البداية اذا كنتوا اول مرة تشوفون القناة اتمنى اضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد واتمنى تسعدوني بلايك وتعلقوني على الفيديو اذا حبيتوا لان رأيكم يا هموني راح اعمل معاكم صابون البرتقال وهو صناعة يدوية وجميع الزيوت طبيعية 100% ومعطر بزيت البرتقال والقريب فروت الاساسي وشرائح البرتقال المجففة تمتزج هذه الروائح بشكل رائع وتترك يديك وجسمك نظيفين ورطيبين قابل عاملة صابون في المنزل لازم توفر ادوات السلامة مثل قفازات بلاستيك ونظارات لحماية العينين وماسك للانف والفم كذلك يجب توفر ميزان الكتروني دقيق لقياس المكونات وكذلك الافضل توفر مقياس حراري للاشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الزيوت وهيدروكسيد الصوديوم وكذلك توفر اكواب معيارية لقياس الزيوت وكذلك اكواب بلاستيك يمكن التخلص منها بعد قياس هيدروكسيد الصوديوم وخلط كهربائي ويكون خاص لصنع الصابون فقط قوالب سيلكون وملاعق سيلكون او ملاعق بلاستيك وعدم استخدام ملاعق المعدل والافضل يكون المكان اللي راح نحمل فيها الصابون جيد التهوية وبعيد عن الاطفال والحيوانات الاليفة لان هيدروكسيد الصوديوم يبعث غازات واذا جا شي على ايدنا من هيدروكسيد الصوديوم نغسله بالخل والافضل لكم قبل عمل اي صابون انكم تعملون كمية قليلة منه انا عملت ربح هذا المقدار وطريقة العمل اضيف هيدروكسيد الصوديوم الى الماء وليس العكس ثم احركهم مع بعض حتى تذوب قشور الهيدروكسيد واتركهم على جامب حتى يبرد المزيج ثم اقيس الزيوت بدقة بالميزان الالكتروني وهذا الصابون راح اعمله بالطريقة الباردة هناك طريقتين لعمل الصابون الطريقة الساخنة والطريقة الباردة والفرق بينهم ان الساخنة يطبخ الصابون بدرجات حرارة معينة ويؤدي ذلك لتسريع عملية التصبل وممكن تقطعينه خلال 24 ساعة وتستعملينه في نفس اليوم واذا كنتم محتاجين تقدمون هدايا في اخر لحظة الافضل لكم عمل الصابون بالطريقة الساخنة اما الطريقة الباردة فانها تحتاج 7 اسابيع قبل استخدام الصابون وصناعة الصابون في المنزل اسهل بكثير مما تعتقدون وكثير بنات يخافون من تجربته لكن اضمن لكم اذا جربتوا اول صابون راح تدمنون على عمله وفي بداية عملكم للصابون اعملوا ربع الوصفة او الثلث حتى ما تخسرون من الزيوت حتى لو تغلطون او ما تنجح الوصفة ما تخسرون الشيء كثير وانا افضل الصابون المصنوع في المنزل اني عارفة ايش هي مكوناته وانه ما يحتوي على مواد كيميائية مضرة بالبشرة وممكن اضيف له الروائح والالوان اللي افضلها حتى تناسبني او تناسب الاشخاص اللي راح اهديها لهم هنا بعد ما ذوبت الزيوتة الطبيعية في حمام مائي او في الميكرويف اضيف لها هيدروكسيد الصوديوم البارد ثم اخلطها مع بعض حتى تثقل وبعدها اضيف قشور البرتقال المجففة ثم اضيف زيت البرتقال او الغريب فروت الاساسي ثم اخلطهم مع بعض وثبت علميا ان رائحة البرتقال تعزز المزاج وتخفف التوتر وبمجرد شم هذا الصابون يحسسك انك في حديقة من اشجار البرتقال وملاحظة اذا قمتي بعمل صابون باستخدام زيت البرتقال الاساسي بعد ايام من عمله تقل الرائحة لان اغلب وصفات الصابون تحتاج اكثر من الملعقة الصغيرة من الزيت العطري ولان معظم زيوت الحمضيات الاساسية متغيرة الرائحة مما يعني انها تتبخر بسرعة كبيرة وهذا هو السبب ان معظم الصابون التجاري المعطر بالحمضيات مصنوع من العطور الاصطناعية والكيميائية والافضل تجنب استخدامها لمضارها الكبيرة على البشرة صابون البرتقال غني بمضادات الاكسادة وذلك بفضل وجود فيتامين اي وتساعد هذه الفاكهة على ترك البشرة الرطبة وصحية وهو مثالي لتجديد الجلد واصلاح الانسجة التالفة وينشط الدورة الدموية ويساعد على منع ظهور التجاعيد كما انه علاج ممتاز للسيلولايت حيث تعمل على حركة الدم في الاوعية الدموية الدقيقة وتقويتها والكثير من مستحضرات التجميل تحتوي على زيوت البرتقال الاساسية لفوائد الكبيرة للبشرة بعد صب الصابون في قوالب السيليكون يترك 24 ساعة حتى يجف ثم يخرج من القوالب واذا اردتوا ان يكون لون الصابون فاتح وليس غامق بعد الجفاف ضعوا قوالب السيليكون المحتوي على الصابون في الثلاجة طوال الليل وهذا يترك الصابون فاتح وبدون قشرة على سطحه ومن بكرة حطوه في مكان جيد التهوية وبعيد عن الشامس حتى يتبخر الماء الموجود فيه لمدة 48 ساعة ثم يخرج الصابون من قوالب السيليكون وبعده يوضع على شبك السلكي لمدة 6 او 7 اسابيع حتى يجف مع تقليبه على جميع الجوانب ثم يستخدم بالنسبة الى تجفيف البرتقال بعد ان يقطع شرائح رفيعة سمكة 1 سنتيمتر ممكن يجفف البرتقال بالفرن على حرارة 200 درجة لمدة 4 او 6 ساعات مع تقليبها كل ساعة وبعد ما تجف تترك على رف سلك حتى تبرد وتصف في صينية مغطة بورق الخبز حتى لا يلتسق البرتقال بالصينية وممكن تجفيف البرتقال في القلاية الهوائية الـ Air Fryer وتحتاج وقت أقل في الفرن وتضبط الحرارة على 200 درجة لمدة نصف ساعة حتى تجف شرائح البرتقال بشرط انها تكون طبقة واحدة في القلاية الهوائية وبعد ذلك يخرج من القلاية الهوائية ويضع على شبك سلكي حتى يبرد ويمكن تخزينها في مرتبان او استخدامها على الفور للصابون ويضاف للصابون عند التغليف او فوقه كشكل جمالي ومن المعروف ان شرائح البرتقال عبارة عن مادة عضوية تنمو فيها البكتيريا وتتعفن عند استخدام قطعة الصابون لكن اذا قررت وضع شريحة البرتقال مباشرة في الصابون فالافضل تنبيه من تهدينه الصابون الى انه من الافضل ازالة هذه الشريحة من قطعة الصابون لذلك الافضل وضع شرائح البرتقال فوق الصابون عند تغليفه واهدائه حتى يسهل ازالته بدل من ان يكون داخل الصابون وبعد جفاف الصابون بعد ستة او سبع اسابيع تقدرين تستخدمينه او تهدينه لقريباتك او صديقاتك وراح يكون هدية قيمة لان جميع مكونات طبيعية وغير مضرة بالبشرة او ممكن عملوك مشروع تجاري من المنزل بشرط يكون عندك حسابات مثلا حساب اتسي او استجرام او اي حساب تجاري شاكرا لكم حبايبي على المشاهدة واتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة واتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع اصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل مع ترك رابط لقناتي وارجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم اسفل الفيديو اشتركوا في القناة